اهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هراجع معكم موقع رائع يعمل بالذكية الاصطناعية وهو موقع ايما جديد ما احنا كده كده اصلا في مواقع تانية موجودة موقع زي لوناردو موقع زي موقع زي موقع زي موقع كتير جدا. عايز اقولك ان المواقع الجديدة دايما لما بتيجي تبدأ بتبدأ بجودة عالية جدا. يعني مسلا بيحاول ان هو يجيب اخر اصدارات موجودة ويحاول ان هو يستخدمها فبيتلاقي الشغل حلو وكويس. بخلاف مثلا لما اجي اعمل مقارنة ما بين الموقع اللي انا اشرح لك النهاردة موقع وموقع ليوناردو. هلاقي موقع بيحاول ان هو يقرب جدا من ليوناردو. بس لما اجيشوف النسخة المجانية اللي موجودة في ليوناردو اللي ممكن نستخدمها يوميا بشكل مجاني هتلاقي ها قديمة جدا فكلها اخطاء مش بتقدر تعمل بها التصميمات اللي تلاقيها مثلا كويسة. فدي مزيد المواقع الجديدة ان هو بيقدر يعملك بنسخة مجانية تقدر تستخدم فيها جودة احسن بكتير واصدارات اعلى بكتير تعمل معاك شغل كويس. هنتقل معك دلوقتي على الشاشة عشان نبدأ نشرح موقع ايماجين ارت. يلا بينا. من الرابط اللي هتلاقيه في وصل الفيديو هتقدر تدخل على موقع ايماجين ارت او ممكن تدخل على جوجل وتكتب ايماجين ارت في محرك البحث هيفتح معاك اول رابط اول ما تضغط عليه هحاولك على الصفحة الرئيسية ولموقع ايماجين ارت بالشكل ده. اول ما تضغط على المعكس للموقع بالشكل ده هنبدأ هنا ننزل تحت. اول حاجة جيبها لك هنا بيقولك ان انت لو قدرت تكتب اي برومت هيقدر يحوله لك لصورة. طبعا برومت يعني توجيه او اوامر نقدر نكتبها عشان نحولها لأي حاجة احنا عايزينها بيستخدم الزكاة لصنودي طبعا كلمة هتسمحها كتير لو انت بيستخدم الزكاة لصنودي. اول ما ينزل تحت هنا هتلاحز اول حاجة بيقولك ان انت تقدر تعمل يعني تحول النص الى صورة. يعني انك تكتب كلام يتحول لصورة. ايضا ممكن عندك في وده طبعا بتقدر تعمل تصميم في الوقت الحقيقي يعني تكتب كلمة تتحول معك على طول التصميم تقدر تعدل عليها زي ما انت عاوز لحد ما توصل للتصميم اللي انت عايزه. كمان في هنا خاصية هي تحويل النص الى صورة او الصورة النص الى فيديو او الصورة الى فيديو. ودي برضو خاصية حلوة يعني ممكن ما تكونش موجودة في كل مواقع ان هو يبقى موجود الاتنين مع بعض. ايضا عندك الاديات اللي هي خاصة بالريال تايم كانفاس. انت تقدر مسلا عندك اي فكرة تصميمها كده بشكل عشوائي. ولكن بيتم تحولها لتصميم حقيقي بالشكل ده. كمان لو نزلت تحت هنا عندهم اللي هو يقدر يحسن لجودة الصورة ولكن بيضيف فيها ابداع زي ما احنا شايفين هنا في الصورة دي في ابداع حقيقي بالصورة. كمان عندك اللي هو تثبيت الشخصيات عن طريق انت لو ضفت الصورة يقدر يحفظ لك على سببات الصورة حتى لو هتحملها آآ فيديو او كده. وطبعا دي بعض التصميم اللي موجودة في الموقع تصميم حلوة جدا. وده طبعا هنطبقه مع بعض دلوقت. عشان نبدأ نستخدم الموقع فاحنا محتاجين ندخل على عشان نعمل تسجيل حساب من اول تسجيل حساب بيبقى بشكل مجاني. الموقع بيديك نسخة مجانية تقدر تستخدم شكل يومي بمعدل تقريبا خمسين كوينز هنشوف مع بعض دلوقتي. طبعا تقدر تستخدم جوجل لتسجيل او الفيسبوك او او اي ايميل. احنا ممكن نستغل ده ونعمل ايميل مؤكد. وتلك ايا هيبدأ كده خلاص يقولك ان هو عمل لك اشتراك حساب تسجيل حساب في الموقع. الموقع بديك خمسين كوينز بيتجدده كل اربعة وعشرين ساعة. يعني ممكن لهم موعيد مسحن اللي هو مسحن ساعة اتناشر بالليل ولا حاجة. بيبدأ ان هو ايه يغير او يدي لك يعني كوينز جديدة. طيب تحلى بقى كده نشوف الوجهة الرسلية للموقع. هتلاحظ طبعا هنا انت الوجهة ممكن تخليها غمقة بالشكل ده او فتحة. الغمقة احلى طبعا. فعندك هنا في اربعة ظاهرين قدامك. تحويل الصورة النص الصورة تحويل انشاء فيديو. القديتي اللي هو لو انت عندك فكرة عايز تنفذها. وعندك على شمال برضو جايب لك بالشكل ده جايب لك برضو التفاصيل الحاجات اللي انت ممكن تستخدمها. لو انت عايز تعمل تسجيل دخول فبكل بساطة بتعمل طيب هنا لوقتي لو احنا عايزين بقى نبدأ ان احنا هنجرب فعندك هنا ده طبعا لسه اصدار جديد هنضغط على بالشكل ده. هيحاولناها الصفحة دي. هنا اول حاجة جايب لك هنا تحت المربع اللي بتكتب فيه الكلام اللي انت عايزه. لو عندك اي كلام ممكن هنا تكتبه ايا كان الفكرة اللي عندك. مسلا ده كلام ممكن هنا نشوف ممكن يطلع معنا ازاي. قبل ما بنضغط فبنيجي هنا نختار المقدر زي بتاعتنا. ممكن اقول له مسلا نعمل لي آآ ممكن الستايل برضو اختار تاني مسلا اقول له خليني في ستايل زي ده. عدد الصور مسلا هقول له صورتين. كلما زادت عدد الصور كلما زادت الاستهلاك. فهقول له صورتين جفاء. او ممكن صورة عشان لو حابين نستخدم باقي الشرح اه يعني الموقع. وهنا طبعا الابعاد تقدر تحكم في البودة فممكن مسلا اقول له واحد لو واحد. وطبعا هنا لو انت عندك صورة عايز تاخدها كآآ ان انت مسلا يعني تستعيم بها في تصميم بتاعك فتقدر تحمل اي صورة من عندك من على الجهاز تاخد معنا مسلا منها مسلا لو حاملت صورة زي دي كده تعملها فبتظهر معك بالشكل ده. فيجي هنا يقول لك انت عايز تاخد من ايه من الصورة? فازا كان ازا كنت هتاخد فمسلا هتضغط على الوجه. الوجه هتضغط على الوجه لو فيه تفاصيل اخرى فانا هقول له مسلا الالوان يعني وكده. مثلا هقول له خليها وسط وبعد كده اضغط على هيبدأ دلوقتي تعملها تصميم بالشكل ده. فعلا هنا عمل تصميم واستعامل بالالوان اللي احنا اختارناه. وطبعا بناء على اللي احنا كنا كتبينه. اللي هو وفي تفاصيل كده مباني. انت عملت بنفس الشكل ده. لما بتضغط على الصورة طبعا تقدر تعملها او تعمل لها يعني حزف. بتلاقي عندك هنا اللي انكتب لو حاب تاخده تقدر تشوف كمان والابعاد بتاعتك تقدر تعمل على الصورة. وبالمناسبة لو انت ضغطت على هنشوفها دلوقتي ايضا في عندك لو انت عايز زيل خلفية عايز تعمل اصلا للصورة تضغط على اناميت. اللي انت تعمل لها جودة عالية سواء او وهنا برضو ممكن تعمله. انت تنوع للصورة تعملها بنقول جديد ولا كنت تعمل لها تنوع. بس لو حاب تضغط على ايديت هنا بالشكل ده هيفتح لك هنا صفحة تانية. فالصفحة دي ممكن تكون شبيهة لكانفا شوية. يعني ممكن تلاقي هنا عناصر ممكن تلاقي ممكن تلاقي هنا لو عايز تحمل حاجة تضيفها للصورة يعني تقدر تعمل تعديلات يعني. وحتى لو تضيف نص تقدر تعدل على الصورة بشكل كويس قبل ما تعمل لها تكون موجودة عندك على الجهاز. هنفجع تاني كده. ونجرب بقى هنا تاني حاجة معنا النهاردة وهي خاصية الفيديو هنضغط عليها بالشكل ده. هنا طبعا هيفتح معك هنا اجيب لك فيديوهات هنا معمولة اصلا. يعني في حركة حلوة الكاميرا في هنا مثلا حركة زي كده. هنا مثلا الانكالب ده بيجري بسلو موشن بسيطة ولكن مش وحش. تعال بقى نشوف احنا ممكن نعمل ايه? عندك حاجتين. ايما فيديو تقدر تحطي هنا اي كلام. وهو بيحاوله لك الفيديو. او تقدر تعمل لو تجيبت صورة وهو هيحاول لك برضو الفيديو. كمان في خاصية لو انت حابب يكون مسلا عندك معين. تعال كده نجرب نضيف معين. فلو رجعت تاني كده. مسلا اخترت صورة. شابه كده وعمل لها فهقول له استعيم بالصورة دي اقدر اتحكم كمان في الابعاد بتاع الصورة اللي انا نقصها هتكملها بالشكل ده. وبعد كده اعمل اه فخلاص هو استعيم بالصورة. وتعال نشوف هل فعلا هيقدر يزهر للصورة دي في التصميم ولا لا? وطبعا بعد ما بيحمل الصورة واختار البعد ممكن اختار نفس البعد او خلي البعد ماشي واسع كده. هنضغط على اللي هيستهلك معنا هنا ستة عشر كوينز. ونشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي. اول حاجة طبعا هنا هيجيب لك صورتين. وبنان على الصورتين دول هيبدأ يحاول لك الصور لفيديو. فدي برضو خاصية حلوة ان هو بيجيب لك التطبيق الاولاني ان هو صورة. بعد كده يحاول لك الفيديو. هطلع زينيا ان هو جاب لك صورتين وهتحس ان هو يعني ينفز الصورة يعني يخد الصورة. وخد الوش كده وحطه على الوجه هنا. هل ولا زي زي يعني? هاختور مثلا دي. وبعد كده خلاص هو هيبدأ دلوقتي عملية ونشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي? تعال بقى نشوف النتيجة هنضغط على الفيديو بالشكل ده هيبدأ دلوقتي شغل الفيديو بالشكل ده. حوال حرقة بسيطة جدا. هو ثبت الشخصية مش هنقول اللي هو ما ثبتهاش. ولكن حرقة بسيطة بالشكل اللي هنشوف نادا. تقدر تعمل دونلود او تعيد ان انت تعمل الفيديو تاني ولكن اه ده قرارك انت بقى في الاخر احنا بس بنجرب الموقع. هرجع بقى تاني كده الصفحة الرئيسية عشان نتختار الادة اللي بعد كده هيحولك على الصفحة دي. هنضغط في عندك اوليب جهازة ولكن تعال كده نشوف ايه اللي هنقدر نعملوه. لو هتلاعز هنا ان جايب هنا بعض الحاجات معمولة واتكاتب بعض التفاصيل تحت هنا. وهبناء عليه بتنفيذها بالشكل ده. تقدر تعمل عشان تنظف دي خالص. وهنا تقدر مسلا تكتب هنا مسلا لو انت عايز تعمل تصميم لسيارة. وهتجي بعد كده مسلا تبدأ بقى ان انت تحط بتاعك انت لين انت بتروح على وتختار مسلا لون اللي انت عايزه. ويتقلل الحجم زي ما انت عايز. وتبدأ بقى مسلا ايه? تعمل اي شيء. فنجي مسلا هنا نجرب نعمل دايرة كده. نشوف هيطبق ايه? وهيعمل ايه? يعني حاس ان هي ممكن ما تبقاش زبطة قوي. تبتعها كده بقى نعمل عربية اهو. مسلا يعني ادي السيارة. هنبدأ بالشكل ده. وادي البواب. شوف هيعمل لنا ايه? احنا كاتب انه هنا كار. ممكن نكتب له. ممكن نختار هنا اصلا. حاجة مثلا زي بيكسر. ونحاول ان احنا نشوف هيعمل لنا في ايه? ما يعني هو ده اخره فيها. اه هنا بقت احسن شوية. طيب تقدر تعمل تحزف اي حاجة من هنا لو انت عايز تمسح حاجة. مسلا فتقدر تمسحها بالشكل ده. تقدر تعمل فيل تقدر تحط نص تقدر تضيف اي حاجة مش عايز ترجع خطة الورا بتعمل اندو. وعجب كده تصميم بتعمل له اكسبورت. هنرجع بعد كده تاني للصفحة الرئيسية ونشوف بعد كده وده مسلا باختصار لو انت عندك صورة وحابب ان انت تعمل لها يعني تعديل فمسلا ممكن اجيب صورة زي دي عامل لها وبعد كده بختار الابعاد بتاعتي فهختارها كلها كاملة بالشكل ده وبعد كده هعمل حاجة هنا طبعا ممكن اقول له هنا حاجة شابه كده جيب لك اللي هو فممكن اختار حاجة شابه كده يقول لك طبعا فلا هنخلنا في دي لان الباية مقفول كله وهنا لو عايز تكتب اي نص مش حابب يظهر في الصورة هتعمل هنا هنخلال العاخر عشان نيبقى عامل على نفس التصميم عايزة اضيف اي هنا وصف ممكن تضيف اي نص في وصف عشوائي وبعد كده هتضغط على هيبدأ ايعمل لك التصميم بالشكل ده هنا عمل للصورة ولكن مش عاجبني بسراحة يعني مش مش قلطف شي بس انت ممكن تجرب وتعمل حاجة احسن هنرجع بعد كده للصفحة الرئيسية ونجرب بعد كده الكانافاس الكانافاس هعتقد ده بقى اللي ممكن يبقى احسن شوية وهنشوف هنعمل مقارنة برضو بانه بسيطة كده يعني انا هقيمه وهشوفه هل هو افضل ولا ليوناردو لانه ليوناردو الكانافاس بتاعها كان قوي جدا وسريع اللي هو الريالة فهنيجي هنا نضغط عليه بالشكل ده وهيجي بعد كده هيقول لك تقدر تستخدم اي اي طول زي هنضغط عليها فهيجيب لك وبيجيب لك المربع ده هنختار مثلا نقول له صورة والبعد زي ما هو نختار اي موديل مثلا زي ده وهتيجي هنا مسلا هتكتب اي حاجة مفروض تتعمل يعني لو كتبتك مسلا كلام زي ده مفروض ان هو هيبدأ تلقيان يتنفس بعد ما تضغط تجنوريت طبعا في بتاع ليوناردو بيبقى احسن كتير لان مجرد ما بتكتب الكلمة بتتعمل التصميم على طول طبعا اي تصميم هتعمله تقدر ان انت كمان تغير تاني هو مسلا تعمل هيبدأ يصممها لك على طول لكن في ليوناردو اي كلمة بتنكتب وتعد فيها تاني او تعدل عليها او تضيف لها ايضافات بتبقى اكتر احترافية تقدر تعمل دولود للصورة من هنا او تحذفها او تغير في اي اعدادات من اللي انت عايزها هنا بعد كده خلاص اعتقد ان احنا خلصنا كل الادوات اللي موجودة في الموقع فتقدر دلوقتي انت تتجرب الموقع بنفسك وتشوف اذا كنت تقدر تستفيد منه في عمل تصميمات احترافية بشكل مجاني فانت عندك بيديك كخمسين كوينز يوميا بيتجدو كل اه اربعة وشرين ساعة او كل يعني اعتقد الساعة مثل اتنشر بالليل بيغير او بيديك هنا كوينز جديدة فاتمنى تكون استفدت بالحلقة لو عجبتك الحلقة ما تنساش ترك في القناة في هذا الجرس عشان نشوف كل فيديو هاتنا في النهاية السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر